السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو وهو بعنوان المبني المعلوم والمبني المجهول ونائب الفاعل أولا الفعل المبني المعلوم هو الفعل الذي يكون فاعله موجودا أي يكون فاعله معروفا والفعل كما نعرف أنه قد يكون اسما ظاهرا مثل يشرح المعلم الدرسة لو بصينا كده يا شباب هنلاقي أن المعلم هو الفاعل والفاعل اسم ظاهر وموجود إذن الفاعل مبني للمعلوم أي معلوم فاعله وقد يكون الفاعل ضميرا متصلا مثل شرحت الدرسة وهنا الفاعل هو تاء الفاعل تاء الفاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل إذن الفاعل موجود فتكون الجملة مبنية للمعلوم أي فاعلها معروف وقد يكون الفاعل ضميرا مستطرا مثل المعلم يشرح الدرسة إذن نظرنا سيكون الفاعل هنا للفاعل يشرح ضمير مستطر تقديره هو إذن في الثلاث أمثلة السابقة الفاعل موجود ومعروف فتكون الجملة مبنية للمعلوم ننتقل إلى الجزء الثاني وهو الفاعل المبني للمجهول ما معنى أن الفاعل مبني للمجهول؟ الفاعل المبني للمجهول هو الفاعل الذي يكون فاعله غير موجود أي فاعله مجهول وغير معروف مثل شريحة الدرس طب مين اللي شرح غير معروف إذن هنا الفاعل مجهول والفاعل يكون مبني للمجهول أو يشرحه الدرس طب من الذي شرح الدرس برضو مش معروف مين اللي شرح الدرس إذن مبني للمجهول كيفية بناء الفاعل للمجهول؟ لو أنا عايز أبني الفاعل للمجهول كيف يتبنى أولا الفعل الماضي الفعل الماضي إذا كان صحيحا نضم أوله ونقصر ما قبل الآخر أي الحرف قبل الأخير مثل أكل شرب تقدم اخترق استخرج وهكذا نبني الفعل الصحيح في الماضي للمجول أما إذا كان سلاسيا معتل الوسط بالألف يكسر أول وتقل بالألف ياء مثل قيلة هي جاءت من الفعل قال قال تحول إلى قيلة وبيعة تحول إلى بيعة وحالة تحول إلى حيلة ونالة تحول إلى نيلة وإذا كان رباعيا على وزن فاعل فيضم أوله وتقلب الألف ووا ويكسر ما قبل الآخر مثل حاصر تحول إلى حوصرة غادر تحول إلى غودرة شاهد تحول إلى شوهرة وهكذا يتم تحويل الفعل الماضي للمجول ثانيا أو مرة أخرى إذا كان الفعل صحيح مثل أكلة سلاسيا صحيح زي أكلة أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا أكلة تحول إلى أكلة تقدم مثلا تحول إلى تقدم اخترك تحول إلى اخترك استخرج تحول إلى استخرج كما قلنا قال تحول إلى قيلة وحاصر تحول إلى حوصرة كيفية بناء الفعل المضارع للمجول الفعل المضارع إذا كان صحيحا أي ليس بي حرف علة يضم أوله ويفتح ما قبل آخره مثل يشرب تتحول إلى يشرب يشرح تتحول إلى يشرح يعرض تتحول إلى يعرض إذا كان الحرف قبل الأخير معتلا يضم أوله ويقرب حرف العلة لألف مثل يقول تحول إلى يقال يذيع تحول إلى يذيع يبيع تحول إلى يباع أما إذا كان معتل الآخر يضم أوله ويقلب حرف العلة ألفا مثل يدعي تحول إلى يضع أو يقضي تحول إلى يقضى مرة أخرى الفعل المضارع إذا كان صحيحا يحول أو يضم أوله ويفتح الحرف ما قبل الآخر وهذه قاعدة العامة مثل يشرب يشرب وإذا كان معتلا في الوسط يضم أوله ويقلب حرف العلة لألف كما قلنا مثل يقول تحول إلى يقال وإذا كان معتل الآخر يضم أوله ويقلب حرف العلة ألفا يدعي تكون يدع لاحظوا معي أحباء الطلاب أن الفعل الأمر لا يبنى للمجهول الفعل الأمر لا يبنى للمجهول ننتقل إلى نائب الفعل ما هو نائب الفعل؟ وما معناه؟ وما إعرابه؟ أولا نتحدث عن كيفية تحويل الجملة للمجهول ومن هنا سنعرف ما هو نائب الفعل أولا لتحويل الجملة للمجهول نحول الفعل لمبني المجهول من مبني المعلوم نحوله لمبني المجهول كما قلنا في الأشكال السابقة مع الفعل الماضي والفعل المضارع ونحذف الفعل لكي تكون الجملة مبنية للمجهول يا حبي لابد أن نحذف الفعل وإلا كانت الجملة مبنية للمعلوم وهنا نتحدث عن نائب الفعل يحول المفعول به إلى نائب فعل إذا نائب الفعل هو كان مفعول به في جملة مبنية للمعلوم عند بناء الجملة المبنية للمعلوم إلى مبنية للمجهول يحول المفعول به إلى نائب فاعل طيب نأخذ مثال كده نفهم به بإذن الله يكتب الطالب الواجب نريده أن نحول هذه الجملة إلى مبني المجول هذه الجملة مبنية المعلوم يكتب الطالب الواجب لأن الطالب والفاعل والفاعل موجودا أو معروفا طيب أولا يحول الفاعل في شكله إلى مبني المجول يكتب أتبقى يكتب ونحذف الفاعل اللي هو الطالب والواجب كان مفعول به في الجملة الثانية يحول إلى نائب فاعل وتكون الجملة يكتب الواجب لاحظوا معي أو معي أبناء الطلاب أن الفاعل يذكر ويؤنس في المبني المجول تبعا لنائب الفاعل إذا كان نائب الفاعل مذكر يكون الفاعل مذكر وإذا كان الفاعل مؤنس تلحق الفاعل علامة من علامات التأنيس ونائب الفاعل يكون مرفوعا دائما يعني يحول من حالة النصب عندما كان مفعول به في جملة مبنية المعلوم إلى حالة الرفع في الجملة المبنية المجول ويسمى كما قلنا نائب معنا بعض النماذج الإعرابية نفهم من خلالها ما قلنا فهماء الكلام أول مثال فهماء الكلام هذه الجملة واضحة أنها مبنية المجول ما إعراب كلمة الكلام كلمة الكلام إعرابها نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعي أضم كما قلنا أن نائب الفاعل يكون مرفوعا المثال الثاني أكلت التفاحتان طبعا أكلة فاعل مبنية المجول إذن الطفاحتان نائب فاعل مرفوع علامة رفعي الألف لأنه مسنة ويجب أن نلاحظ علامات الإعراب المثال الثالث يحترم الحاضرون يحترم وفعل مبنية المجول إذن الحاضرون ونائب فاعل مرفوع علامة رفعي الواو لأنه جمع مذكر سالم وأؤكد عليكم مرة أخرى أن نلاحظ علامات الإعراب المثال الرابع شكرا أبوكا أبوكا نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعي الواو أحسنت لأنه من الأسماء الخمسة إذن نائب الفاعل يكون مرفوعا ويجب أن نلاحظ علامات الإعراب لأنه قد يكون مرفوعا بالضمة إذا كان مفردا أو جمع مؤنس سالما أو جمع تكسير وقد يرفع بالألف إذا كان مسن وقد يرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالم أو من الأسماء الخمسة يأتي هنا كيفية بناء الفاعل للمتعد المفعولين للمجهول هناك أفعال متعدية المفعولين كما نعلم كيف نحولها إلى مبني للمجهول أولا يحول المفعول بي الأول كما قلنا أولا نحول شكل الفاعل إلى مبني المجهول ونحذف الفاعل والمفعول به الأول يحول إلى نائب فاعل والمفعول به الثاني يبقى كما هو مفعول به ثاني نأخذ مثال كده نفهم به بإذن الله ما نقول وهبا وهبا الإنسان عقل أنتم تعلمون أن الفاعل وهبا هي من الأفعال المتعدية المفعولين وعندما نأتي به على شكل وهبا إذن هو مبني المجهول طيب أين نائب الفاعل نائب الفاعل هي كلمة الإنسان التي كانت في أصلها مفعولا به في جملة مبنية للمعلوم مفعولا به أول تحول إلى نائب فاعل وهبا الإنسان إذن الإنسان نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعي الضمة وما إعراب كلمة عقلا عقلا تبقى كما هي مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبي الفتحة إذن المفعول به الأول يحاول إلى نائب فاعل كما قلنا ونؤكد أن المفعول به الثان يبقى كما هو مفعول به ثان يسألني أحد الطلاب كيفية تحويل الفاعل أو الجملة من مبنية المجول إلى مبنية المعلوم هناك بعض الخطوات يجب أن نتبعها أولا نرد الفاعل إلى المبنية المعلوم في شكله كان شكل الفاعل مبنية المجول نحوله مرة أخرى إلى مبنية المعلوم الخطوة الثانية أن نضع فاعلا للجملة يجب أن نضع فاعل لأن الجملة المبنية المعلوم يجب أن يأتي بها فاعل والفاعل كما قلنا له أشكال عدة فيجب أن نضع أي فاعل بشكله وثالثا نائب الفاعل يحول إلى مفعول به مرة أخرى أي نرد أو نرد الجملة لأصلها نرد كل شيء لأصله نعيد الفاعل على شكله الأصلي من مبني المجول لمبني المعلوم ونضع أو نرد الفاعل مرة أخرى ونضع نائب الفاعل أو نائب الفاعل يحول إلى مفعول به نأخذ بعض الأمثلة نيلت الجائزة هنا الجملة مبنية المعلوم نيلت الجائزة الجائزة نائب فاعل مرفوع عندما نحول الجملة المبني للمعلوم تصبح نال المتفوق الجائزة حولنا الفاعل إلى شكله الأصلي نال ووضعنا فاعل المتفوق والجائزة حولت مرة أخرى إلى مفعول به منصوم نأخذ مثال آخر يقال الحق طيب نأخذ المثال أو نحول المبني المعلوم تصبح يقول الرجل الحق يقول حولنا الفاعل مرة أخرى لمبني المعلوم في شكله ووضعنا فاعل وهو الرجل ونرد نائب الفاعل وهو الحق إلى مفعول به وهو الحق فتصبح الجملة يقول الرجل الحق المثال الثالث كرّم الطالبان كرّم فاعل مبني المجول والطالبان نائب فاعل مرفوع علامة الرفعي الألف لأنه مثنى عندما نحول الجملة المبني للمعلوم تكون كالآتي كرّم المعلم الطالبين هنا يسألني أحد الطلاب نحن حولنا الفاعل من مبني المجول إلى مبني المعلوم نعم ووضعنا فاعل نعم ولماذا حولنا الألف والنون إلى ياء ونون لماذا غيرنا في علامات الأعراب طبعا كما قلت يجب أن نلاحظ علامات الأعراب فالطالبان في الجملة الأولى كانت نائب فاعل مرفوع بالألف وعندما حولنا لمبني المعلوم أصبحت الطالبين هي مفعول به والمفعول به يكون منصوب وعلامة نصبي الياء في حالة المسنة فأصبحت الطالبين أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو وأرجو أن تستمعوا له وبإذن الله تستفيدوا منه وأتمنى لكم كل خير وتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله